نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير الماضي شملت عددا من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية يأتي ذلك إيمانا من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعية لدى كافة فئات المجتمع المصرية حيث تم تنفيذ زيارة لممثل جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمان هور لأنفاق الثالث من يوليو فضلا عن تنظيم زيارة لمدرية الأوقاف بضمياط للعاصمة الإدارية الجديدة وزيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بضمياط لمدينة العالمين الجديدة وكذلك تنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة